تلجأ مليشي الحوثي بين الحين والآخر إلى قصف المدنيين واستهدافهم في المناطق السكنية في الحديدة وريفها مستغلة نصمت الدولي أمام جرائمها وتغاضي الفريق الأممي الذي لم يكن دوره إلا للتغذية على جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وفق مراقبون وقد ارتكبت خلال الساعات الماضية جملة من الخروقات في الوقت الذي ترصد فيه القوات المشتركة جميع تحركاتها وتتعامل معها بما يضمن حماية المدنيين وقد رصدت القوات المشتركة 120 خلقا للهدنة الأممية ارتكبت المليشيا في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية شملت عمليات عدائية قامت بها العناصر الحوثية ضد المدنيين تمثلت في استهداف وقصف منازل المواطنين ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتركزت في مناطق الفازة والجبلية ومركز مدينة التحيتة وحيس والدوريهمي وصعدت المليشيا من استهدافها للأحياء السكنية في مدينة التحيتة بمختلف أنواع الأسلحة وفتحت نيران أسلحتها بكذافة على الأحياء الجنوبية الآهلة بسكان لتواصل بذلك أعمالها العدائية بحق المدنيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة وأخمدت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية داخل مدينة الحديدة وكيلو 16 لكن وحدات من القوات المشتركة ردت بالمثل على نيران المليشيا بضربات حاسمة تكللت بإسكاتها دفاعا عن المدنيين الذين تعرضوا للاستهداف المباشر وسقد 39 مدنيا بينهم 18 طفلا وامرأة ما بين قتيل وجريح في الساحل الغربي خلال أقل من شهرين جراء عمليات قصف واستهداف للميليشيا في حين تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية دون اكتراف لحرمات المواطنين وممتلكاتهم حيث استهدفت الأحد الماضي سوقا شعبيا في الدريهمي أسفر عن مقتل وإصابة ستة مدنيين ترجمة نانسي قنقر